خلينا نروح نشوف مع بعض الكتب الأكثر مبيعاً أو تقرير البست سيلر وزي ما حضراتكم متعودين نعرف من التقرير إيه هي الكتب الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع اللي فات ونرجع لكم على طول يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي كتب هذا الأسبوع تنوعت ما بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ بيتصدر قائمة هذا الأسبوع كتاب استمارة ستة للكاتب خالد حبيب واللي بيمزك في قلمه فيما بين الحكمة والسخرية في استعراض التجارب والخبرات في عالم الإدارة والأعمال من بين الروايات الأكثر مبيعاً بيطل الكاتب العالمي باولو كويلهو برواياته ألف والتي مازالت بتتصدر المبيعات في مصر وفي الوطن العربي الرواية بتتناول قصة ذات مسحة صفية في رحلة تهدف لاكتشاف الذات كعادة أغلب مؤلفات الكاتب البرازيلي الشهير مع صدور الطبعة الرابعة لها تصدرت رواية حكايات يوسف تدرس للكاتب الكبير عدل عصمة قائمة الأعلى مبيعاً في المكتبات كانت الرواية قد نالت جائزة نجيب محفوظ الأدبية من قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فور صدرها ترجمة نانسي قنقر